الرئيس السيسي النهاردة قدم الشكر لسيد طارق عامر على ما بدله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي وقبل اعتذار سيد طارق عامر عن الاستمرار في المنصب من ناحية تانية سيد طارق عامر عبر عن شكره وتأديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسندته ليه خلال فترة توليه منصبه واكد انه طلب الاعتذار عن هذا المنصب لضخ الدماء جديدة لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا ينتهي الهبد لكن تقعد تفكر يا طرق عالطر ماذا عن الاسماء يا طرق مين اللي ممكن يبقى جاي يا طرق مين اللي ممكن يبقى مرشح لهذا المنصب المهم والكبير والحيوي خبلك احنا بنتكلم على مرحلة حارجة جدا في العالم مش بس في مصر احنا كاقتصاد ناشئ تبقى الوضع عندنا اكثر حرجا مفهوم ايوة يا فندم احنا توصفنا كده في العلم اسمنا الاقتصادات الناشئة احنا وناس تانية زينا كده كويس فيبقى اللي نفكر فيه مش اللي نرشحه لان احنا هنا مواطنين احنا بقى عايزين فلان ييجي يا محافظ البنك المركزي عايزين ترتاني احنا عايزين بناء على الايه ايه اللي عندنا من علم وافر يقول ان احنا الناس العادية ترشح الاسماء في الصحافة شغلتنا ايه بقى وضع علمة الاستفهام فنقول يا ترى يا هل ترى ومين ابرز المرشحين لما نحط علمة الاستفهام دي بنحطها قدام الخبراء والناس اللي فهمانا اللي شغلتهم كده وهم بقى ساعة يقولك يا والله ممكن نطرح خمس اسماء عشر اسماء قد يكون ابرز المرشحين فلان ابرز المرشحين علان بس كده ماشي طيب